اهلا بكم في فيديو جديد الحياة المريضة مهمة جدا وهنتكلم فيه عن الايفون 6s والايفون 6s بلس في نهاية الفيديو هتقدر تاخد قرار هل الموبايل ده مناسب ليك في 2020 ولا لأ خلينا اقول ملحوظة في البداية لو انت معاك الايفون 6s او الايفون 6s بلس فالفيديو دهات مش ليك الفيديو دهات للشخص اللي ناوي يشتري الموبايل مش اللي بيملك الموبايل طيب انا في الفيديو دهات هشرح لك انت ليه مفروض ما تشتريش الموبايل دهات في 2020 عشان تفهم الدنيا مش ازاي في بداية الفيديو هقول لك عن الاسبيكس او المواصفات الداخلية لكل موبايل بس في البداية عايز اقول لك ان الفرق ما بين الايفون 6s والايفون 6s بلس هو حجم الشاشة والبطارية طبعا الحجم بتاع البطارية والشاشة اكبر لصالح 6s بلس انما باقي المواصفات تقريبا هي هي الايفون 6s الصغير بيجي بشاشة 4.7 انش بيجي بسري دي تاتش السري دي تاتش اللي اتلاغت من الايفون xr والايفون 11 بكل موديلاته الحقيقة مميزة جدا في الموبايل دهات وممكن تعتبرها كمان ان هي ميزة الموبايل دهات بيجي باثنين جيجا رام وبيجي بستوريج بتبتدي من 16 جيجا ودي حاجة سيئة جدا لو انت هتشتري الاستوريج دي تاتش كمان الموبايل بيجي بكاميرا سيلفي 5 ميجا بيكسل وبيجي ببطارية 1715 ميلي امبير اما الايفون 6s بلس زي ما قلنا الفرق في الشاشة فالشاشة بتاعت الايفون 6s بلس هي شاشة 5.5 انش البطارية بتاعتها 2050 ميلي امبير نفس الكاميرا اللي موجودة الاساسية ل 12 ميج بيكسل اللي في الايفون 6s هي هي اللي موجودة في الايفون 6s بلس خلينا اقول لك ليه بقى الموبايل دوت ما تعتمدش عليه او ما تشتريهوش في 2020 وهنبتدي اول حاجة بالسوفت وير اوبديتز الموبايل ده جاي بالاي او اس 9 الموبايل ده نزل في سبتمبر 2015 نزل اوفيشالي بالاي او اس 9 وفضل يتعمل له SOFTWARE UPDES الغية النهاردة قابل بتسبورت الموبايل دوت ونزل له الاي او اس 13.3 اللي هو اخر SOFTWARE UPDES موجود هتلاقي نفس SOFTWARE UPDES دوت موجودة على الايفون 11 والآيفون 11 برو والآيفون 11 برو ماكسل طيب ليه ده واتعيب لان في 2020 بنسبة كبيرة قبل هتقفل ال support عن الموبايل ده فبالتالي اخر update الموبايل ده هيكون موجود عليه هو ال ios 13 مش ال ios 14 والحياة دي هات حاجة مهمة جدا لو انت عايز الموبايل اللي معاك يبقى باخر features موجودة من قبل طيب عايز اوضح حاجة بس ان لو قبل قفلت ال software updates او ال ios 14 عن الايفون 6s ده مش معناه ان الموبايل هتقفل ومش هينفع تشغله تاني لا ده معناه ان الموبايل مش هينزله ال ios 14 بس الموبايل هيشتغل عادي خالص بال ios 13.3 طيب نيجي الاهم حاجة في اي موبايل وهي البطارية زي ما قلنا ان الايفون 6s بيجيب بطارية 1750 ميلا امبير اما الايفون 6s بيجيب 2750 ميلا امبير البطارية طبعا افضل لصالح الايفون 6s بلس بس ما تنساش ان الموبايل ده زي ما هو في بطارية افضل في شاشة اكبر فانا عايز لخصلك الموضوع بتاع البطارية سيئة جدا في الموبايلين البطارية مش هتكمل معاك اليوم لاخره هتضطر تستخدم باوربانك هتضطر تستخدم شاحن في نص اليوم فبالتالي ده سبب مهم جدا ما يخلكش تشتري الموبايل ده في 2020 انت مش محتاج موبايل كل شوية تجري تدور تشحنه او تشتريوله باوربانك مخصوص نيجي بقى بالنسبة للكاميرات الحقيقة للموبايل بيصور بالكاميرا الاساسية 4K 30 frame per second والفيديو اللي هيطلع من الموبايل ده فيديو مقابل جدا وممكن تعتمد عليه والصور اللي هتطلع من الموبايل ده هتصور كويسة جدا بس فيه نقط لازم تحطها في اعتبارك الصور هتطلع كويسة طول ما فيه اضاءة كويسة الصور هتطلع كويسة طول ما انت معملتش زوم الصور ناقصها اللي موجود في اغلب موبايلات قبل دلوقتي الصور ناقصها اللي موجود في اغلب الموبايلات حتى الاندرويد اللي موجودة في 2020 فبالتالي الصور هتعتمد عليها لو انت بتصور في دوق النهار او بتصور في مكان الاضاءة فيه كويسة. بالليل والاضاءة المنخفضة هتلاقي الاتصور طلع فيه سيئة للغاية. الفيديو ما عنديش مشكلة قوي في الفيديو اللي بيطلع من الايفون سيكس اس والايفون سيكس اس بلاس طول ما انت بتصور في ضوء النهار. فبالتالي ملخص الكاميرا الكاميرا تعتمد عليها طول ما فيه اضاءة كويسة. ما فيش اضاءة كويسة مش هتقدر تعتمد عليها ومش هتاخد طبعا كل الفيتشيرز رهيبة اللي موجودة دلوقتي اللي هي نايت مود والديفيوجن كل الكلام دوت مش نازل مع الموبيل دوت هتلاقيه موجود في الايفون 11 والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. طيب نيجي النقطة مهمة كمان وهي الدزاين. والدزاين ممكن الناس تشوفه عيب وممكن الناس تشوفه ميزة. فهاقول لك ليه. الموبايل دوت جاي بديزاين في الفين وخمستاشر. يعني الديزاين بقاله خمس سنين. الموبايل مش جاي بنوتش ولا جاي بشاشة كاملة ولا جاي بكاميرا سيلفي بتطلع بالموتور الموبايل جاي بشاشة بزل تخينة جدا زي ما قلنا الموبايل نزل في 2015 بس جاي بهم بطن وده ممكن يخلي ناس مخصوص تروح للآيفون 6S طبعا بجانب انه سعره رخيص فهو موجود فيه الهم بطن مش موجود فيه نظام الجست شارز اللي نزل من اول لآيفون اكس ومكمل معنا للوقتي للآيفون 11 وال11 برو وال11 برو ماكس فبالتالي لو انت بتركز قوي في التريندات وعايز تشوف موبايل بنوتش او بشاشة كاملة فالموبايل مش هيحقق لك المعادلة دي الموبايل ديزاين بتاعه قديم الشاشة فيها بزل تخينة فده هو السبب يخليك تشتير موبايل ونفس السبب يخليك تبعد عن الموبايل طيب خلينا نتكلم عن البرفورمانس وده هو تميزة الحياة مهمة جدا في الموبايل ده الموبايل البرفورمانس بتاعه كويس جدا لما جيت استخدم الموبايل في 2020 سوشال ميديا وفتحة أبليكيشنز وقفلها الموبايل ما عنديش اي مشكلة فيه خالص الموبايل طبعا ابطأ بشكل ملحوظ ما بينه وبين الايفون 11 والايفون 11 برو بس بشكل عام كاستخدام يومي انا ما حسيتش خالص ان الموبايل بيهنج او بيقطع لا فيه تقطعات بسيطة بس كبرفورمانس بشكل عام البرفورمانس بتاعه كويس بس زي ما قلنا انا هعمل ايه ببرفورمانس كويس وبالطري ما بتكملش معي اليوم لاخر نيجي بقى في نهاية الفيديو ونجاوب على اهم اربع اسئلة او ثلاثة اسئلة حسب مفتكر اول حاجة لولا الايفون 6s او الايفون 6s معاك زي ما قلتلك الفيديو دوت مش ليك عايز تخلي الموبايل دوت معاك خمس سنين كمان لحاجة ترجعلك حسب نيزانياتك وحسب البودجيت بتاعتك عايز تغيره هقولك تغيره بايه تاني حاجة لو انت في 2020 ورايح تشتري الموبايل دوت فهقولك لا هقولك في عندك اتنين اوبشن اول حاجة لو انت مستعجل اشتري الايفون 8 الايفون 8 هيديك فاليو اعلى كبيرة اوي من اللي هيديها لك الموبايل دوت انا عارف ان الايفون 8 اغلى بس لو مش هتقدر توصل للبودجيت تاعت الايفون 8 اشتري الايفون 7 كمان الايفون 6s ما بيسوبرتش الووتر ريزيستنت اما الايفون 7 بيسوبرت الووتر ريزيستنت وهتيجي تقولي طب ما انا كده كده مش انزل بالموبايل ده المية بس ايه لو انت بتستخدم الموبايل بشكل عادي ووقع عليه مية او ووقع عليه شيء فانت مش هتبقى الان اوي لان الموبايل بيساوبرت الووتر ريزيستنت الكلام Wish انا بتكلم عن الايفون 7 اما الايفون 6s ما بيساوبرتش فبالتالي ممكن تلاقي ان الموبايل بقى في مشكلة بعد ما هي فبالتالي لو انت نوET اشتري الموبايل دوت اشتري الايفون 8 هيديك اعلى ممعكش البودجيت تاعت الايفون 8 اشتري الايفون 7 لو هتشتري الايفون 8 بلاس عشان الهم باطن اشتريه اما لو مش هتشتريه عشان الهم باطن اشتري الايفون XR هيديك فاليو اعلى من اللي هديها لك الايفون 8 بلاس الحاجة الاخيرة بقى لي في نهاية الفيديو اللي عايز اقول لك عليها لو انت هتشتري اي ايفون من قبل بهم باطن او بزرار او بالحواف التخينة اللي موجودة من اول الايفون 6 لغاية الايفون 8 فانا بقول لك انتظر لشهر مارس او شهر ثلاثة ابل هتنزل جديد من الايفون في ناس بتقول انه ايفون SE2 في ناس بتقول انه هو ايفون 9 انا ما يهمنيش المسمى قد ما يهمني حاجتين هو السعر والسبيكس الموبايل ده جاي بنفس الدزاين بتاع الايفون 8 الموبايل ده جاي بسعر حوالي 400 دولار الموبايل ده حرفيا هيغير كل اسعار الموبايلات اللي قبله الايفون 8 سعره عيرخص الايفون 7 سعره عيرخص الايفون 6S سعره عيرخص فبالتالي لو انت تقدر تستنى استنى لما الموبايل ده تنزل ممكن تشتري دايركت يعني ممكن يكون معاك ربعمية دولار وتشتري دايركت هيكون أرخص موبايل آيفون موجود ولو حتى انت ما معاكش الفلوس تشتري دايركت هتلاقي الآيفون 8 سعره رخص أما لو انت مستعجل وعايز تشتري فالآيفون 8 أو الآيفون 7 هيديك فاليو أعلى كتير جداً من اللي هيديه لك الآيفون 6S في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك ولو عايز تشوف فيديوهات أكتر زي دايرك ما تنساش تعمل سبسكرايب عندك أي سؤال اللي علوقة بالفيديو أو ملوش اكتبه في كومنت وانا هرد عليك وكمان هسيب لك في الديسكريبشن اكاونت تويتر لو حبيت تسألني هناك أي سؤال ابعتلي دي ام وانا هرد عليك